مسائل خير ازيكا وتكاترة معكم دكتور كرام ان شاء الله النهاردة هناخد المحاضرة التانية من شابتر الانترو داكشن تمام المحاضرة التانية بتاعتنا بتتكلم عن جزئيتين الجزئية الاولى بنسميها النمارينج سيستم اللي هي انظمة التركوين بتاعتنا تمام المفروض المحاضرة دي كانت بتشرح قبل كده المحاضرة راكم ثلاثة يعني الانترو داكشن الشابتر دا كان بيتشرح في ثلاث محاضرات تمام بس السنة دي الدكتورة خلته على محاضرتين المحاضرة اخدت فيها حوالي تلتين والمحاضرة التانية خلصنا فيها النهاردة طيب بالنسبة لمحاضرة بتاعتنا انا عاوزك تذكر المحاضرة دي على تلات مرات لاني هكلمك في تلاتة الهيدلاين الاول هو تمام تلاتة نمبرينج سيستم هعرفك كل نظام بتكلم ازاي كل نظام احنا بنستخدمه فين او من اللي بستخدمه بالزبط وكل نظام ايه المميز لي دا النقطة الاولى النقطة التانية هنتكلم في الاناتومي كان لانو ماركس ونقطة الاناتومي كان لانو ماركس التضاريس بتاعت السنة المرتفعات يعني دي تتذكر لوحدها والدي تتذكر لوحدها فانا عاوزك تقسم الفيديو لنفسك على تلات مرات تمام تلات مرات للمذاكرة طيب حلو جدا بالنسبة بقى للشغل بتاعنا احنا هنشرحه ازاي احنا هنشرح كله على فيديو واحد وانت لما تيجي تذكره هقول لك اوقف على حد هنا وذاكر الجزئية دي الواحدة عشان تجمعها تمام كده ها في مشكلة لحد دلوقتي طيب نتوكل على الله كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الشغل بتاعنا احنا عندنا بتاعتنا عبارة عن تلاتة عندنا الاول بنسميه اليونيفرسل او الامريكا تمام انت لو جينا نتكلم عن الافلام كده الافلام الامريكية لو تكلمنا عن الافلام بتاعت الفضائيين هتلاقي الفضائيين ما بيندلوش جرفة امريكا بس عشان كده تلاقي الامريكان معتبارين نفسهم ايه العالم? تمام هو عبارة عن العالم كله العالم جوه امريكا وبرا امريكي فعشان كده الامريكان بيساموا بتاحهم بيقولوا عليهmanuel سيتيم. طيب ده مشهور بانه هو سيستم الهاشتاج او الشبك. يعني سستم الهاشتاج او الشبك? دايما اي حرفة او اي حاجة هنكتبها هتلاقيني بحطا لك قبلها هاشتاج او شبك. طيب هو النظام ده بيرقم ازاي? قال لك والله النظام ده بيجي دايما يبدأ من المجزلة من المجزلة الرايت سيرد مولر. كل نظام هيتكلم عن الاسنان والاسنان البرائماري. والاسنان مين البرائماري. تمام كده? ركز معي. احنا هنبدأ من المجزلة الرايت سيرد مولر. هيبتدي من هنا كده. هياخد الرقم واحد. بعد كده السكند مجزلري رايت سكند مولر. هياخد الرقم اتنين. وتلاتة ده الفرست مولر. وهكزا لحد ماوصل لمين? لحد ماوصل للرقم اتنين وتلاتين. طيب من رقم اتنين وتلاتين ده? رقم اتنين وتلاتين ده. دي ما ننساش ان احنا قبل ما نحط الرقم بتاعنا بنحط علامة هاشتاج. النظام او نظام الامريكان بتاعنا بيبدأ الاول الاسنان البرائماري من واحد لاثنين وتلاتين. طب يبدأ منين بالزبط من المجزلري رايت كوادرانت من المجزلري رايت كوادرانت. ادي المجزلري رايت كوادرانت. بعد كده يلف معنا كده. الكوادرانت اللي جنبيه مجزلري ليفت مانديبلور ليفت مانديبلور رايت. حلو جدا. طيب عشان نحل احنا النظام ده ونتعامل معاه بمنتهى سهولة. للأسنان البيرمنت هتروح لما اسألك عن اي رقم في طبع النظام اليونيفرسل هتروح عاملي علامة زي كده. وهتروح حاطة الارقام جنب تمانية وهنا تسعة وهنا اربعة وعشرين وهنا خمسة وعشرين. وابدأ اسألك تعرف السنة في اي كوادرانت. يعني لو هنتكلم مسلا وناخد مثال هاشتاج سبعة. هاشتاج سبعة ده تعتبر اني سنة مبدئيا تلما رقم يعتبر النظام بتاعنا او للسنة بتاعتنا سنة حلو جدا. انا عندي الابر سنترل رقمها تمانية. يبقى اللي قبلها سبعة لطول. يبقى السنة بتاعتي ابر ولا لور هي ابر. ولا ليفت هي رايت. طب السنة نفسها لاترال انسايزور. لاترال انسايزور. فتخيل انا هاشتاج سبعة عوضل عن الاسم ده كله. اللي هو بيرمنت ابر رايت لاترال انسايزور. فتخيل ده كله. ده كله. السطر الطويل ده كله انا عوضت عنه بحاشتاج سبعة. فانزمة التركيم بتاعتنا بتزهل علينا التعامل. بدل ما اعط اوصف السنة لأ ده انا هقول له رقم واحد. رقم بسي. وقدامه علامة معينة يبقى هو عارف السنة دي مين والسنة في اي كوادرات. وهي ابر ولا لو. دي وظيفة بتاعتنا. كده تكلمنا عن بتاعتنا للاسنان اللي هو الاسنان التيرمنت. طيب حلو اوو تعال نجرب كمان واحدة كده. لو قلنا هاشتاج ستاشر. هاشتاج ستاشر واحدة واحدة. احنا عندنا هنا تسعة. طيب احنا عندنا كم سنة في كل وقدرة انت تمانية. يبقى تمانية هنا و تمانية هنا ستاشر. يبقى اخر سنة هنا كده. طيب بالراحة نكتبها ازاي نكتب الاول هي برايمان ولا بيرمنت. ابر ولا الورف السنة بتاعتنا ابر. رأيت ولا لفت السنة بتاعتنا لفت. تمام كده بعد كده اكتب اسم السنة. 16 ده. ده ثيرد مولر. تمام كده? ها فيها مشكلة دي. كده اخذنا مسائلينة هوقت للاسنان البيرونت. طيب الاسنان البرايمري. قال لك الاسنان البرايمري والله عددهم صغير. طب هنتعامل معهم ازاي? هنتعامل معهم بالحروف في الكابتل. فهنيجي نتكلم الاسنان البرايمري. الاسنان البرايمري. هنبدأ برضو من المجزلة سيرد المجزلة سيرد مولر. تمام? هنبتدي بحرف الا كابتل. وانتنينة ماشين بي سي دي اي. طب ينفع نكمل هنا. لأ قال لك لف لحد ما توصل للتي كابتل. لحد ما توصل لمين? للتي كابتل. انت مطلوب منك هنا تحفظ ترتيب الحروف من اول الاي لحرف تي. طب هو لي يا دكتور? احنا ما عملناش الاسنان البيرمنت. تمام? في النظام الونيفيرسال عملناها بالحروف يا كمان. قال لك ده عددهم كام سنة? اتنين وثنتين سنة. وعدد الحروف الانجليش اقل من كام? اقل من التلاتين. فانا مش هعرف ارقم بيهم. تمام كده? يبقى انا متكلم دلوقتي عن نظام الانيفيرسال. الاسم التاني بتاعه اسمه الامريكان سيستم. تمام كده? او بنسميه نظام الهاشتاج. اي رقم او اي حرف لازم يكون قبليه هاشتاج. اوكي? طيب تمام. طيب هنبتدي من اين برضه? هنبتدي من مجزلة الرايت اخر سنة. ونبدأ نرقم كده خمس اسنان في كل لحد ما نوصل للتي كابتل. لحد ما نوصل لمين? للتي كابتل. في مشكلة كده في النظام الانيفيرسال. قادي النظام الانيفيرسال بتاعه مطلوب منك. تحفظ الارقام والحروف بتاعتك. من اول الاي لحد التي. ومن واحد الاثنين وتلاتين تحفظهم بالترتيب كده واحدة واحدة. اوكي? وانا سهلت عليك حطيت لك تمانية وتسعة. واربعة وعشرين وخمسة وعشرين. يبقى كده الدنيا بقت سهلة معاك هيت. في مشكلة كده في النظام الانيفيرسال تعاني تشوف الداتا بتاعتنا بتقول ايه? معايا كده? بيقول لك النظام بتاعنا عبارة عن دايما اه رقم او حرف بيبقى قبليه مين? قبليه الهاشتاج. قبليه علامة الهاشتاج او علامة الشباج بتاعتي. تمام كده? طيب نبص على الاسنان البيرمنت حيرقام لي. من واحد من واحد لحد اتنين وثلاثين. بدأ واحد من مجزين الرايت كوادرنت. ده 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 اهوة الرقم بتاعنا تمام? سوريا ان اقولت ان هي اه اربعة وعشرين وخمسة وعشرين هي تلاتة وعشرين. عشان في رقم هنا وهنا كميل من سبعتاشر وهنا هيوصل لحد تلاتة وعشرين. بقى تلاتة وعشرين هنا اربعة وعشرين جنبها. تمام? الاربع ارقام اللي في النص هم اللي بيسهيلوا عليك الدني. اوكي? تمام? هتركز معا كده. تعال هنراجعها مع بعض بسرعة. هنراجع من واحد لتمانية يبقى سوري الخط ده المفروض هنا. الخط ده المفروض هنا كده. مش موجود هنا. سوري هتلاقيت ده انا قلته. الخط بتاعنا المفروض بيبقى موجود فين? بيبقى موجود بين التمانية والتسعة. يبقى تمانية وتسعة وتحت هنا اربعة وعشرين وهنا خمسة وعشرين. تمام كده? يبقى عندنا لما اجا اسألك مثلا سنة تحت التمانية تعرف ان احنا في الابر رايت كوادرانت. سنة فوق التسعة يبقى احنا موجودين في الابر ليفت كوادرانت. سنة فوق الستاشر يبقى احنا لور ليفت كوادرانت. لحد ما وصل الاربعة وعشرين. يعني لو سألتك واحد وعشرين هتقول لي اه يا دكتور ده انا عارف ان اللور ليفت سنترال انسايزور رقمها اربعة وعشرين. وابدأ اناقص. تلاتة وعشرين دلور لاترال. اتنين وعشرين دلور قنين واحد وعشرين دلور فريست بريمولر. لور فريست بريمولر. طب رايت ولا ليفت هو لور ليفت. تمام كده? لحد ما وصل للاثنين وتلاتين. تمام فيها مشكلة دي كده? تمام احفظ الارقام اللي انا كنتبتلك في الاول تمانية وتسعة ونقص منها. هنا اربعة وعشرين وهنا خمسة وعشرين. اوصل هنا لحد الاتنين وتلاتين وهنا سبعتاشر وهنا ستاشر الارقام دي هتسهل عليك. مش عاوز تحفظها وعاوز كل مرة اسألك عن الحروف تروح هتطلي دي وتبدأ تعد كده مفيش مشكلة خالص بس الطريقة انا بقولك عليها هتسهل لك الحفظ على الاخر. في مشكلة كده في النظام اليونيفرسل طيب ده بالنسبة اليونيفرسل في اول بنبدأ بالمجزيل بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده طيب هشتاج تمانية وعشرين اقف كده وشوفها تمام هشتاج تمانية وعشرين اقف وشوفها هشتاج تمانية وعشرين لور رايت فرست بي مولر هشتاج ستتاشر ده الابر لفت سيرد مولر خلينا نبص على تريدس تيس او البرمياري تيس من اول الاي لحد التي كابتل. تمام? وقبل دايما نسبقها بمين دايما نسبقها بالهاشتاج. وببدأ من الاي لحرف تي. لازم تكون حافظ ترتيب الحروف بتاعتك. تمام? طيب خلينا اخد مثال كده هشتاج اف هشتاج اف او والله هشتاج اف واحدة واحدة السنة بتاعتنا ابر ولا لور هشتاج اف ده هي بعد الايه على طول? اللي يبقى هي جنب يبقى هي تمام كده نبص معي. تمام? بص كده. هي تمام? ها في مشكلة في الكلام ده هشتاج تمام? ممكن تدي نفسك امثلة كتير وتجوابها لنفسك. بالنسبة بقى الصور دي لازم تكون محفوظة في دمالة كويس قوي. اوكي عشان ما اطلق باتش مبينها. ادي الشكل بتاع الاسنان بتاعتي وادي الشكل بتاع الاسنان تمام? ده بالنسبة هبدأ من هنا كده. من حرف الاي كابتل لحد حرف تي كابتل. وبامشي من هنا كده لحد ما وصل هنا. تمام? ادي الهشتاج اف هي هشتاج اف بتاعتي موجودة ابر ليفت. تمام? طيب نفس الكلام الناحية التانية هقسم كده. وابتدي من بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده في مشكلة كده اسهل نزام عندنا هو النزام خلينا نأخذ نزام بعد كده ليه اكتر من اسم وهو النزام الانترناشنال سيستم. الاسم التاني بتاعه بنسميه او بنسميه بنقول عليه ديجت سيستم. او ليه اسمي تالي بنسميه اف دي اي وباللعنك اكتب لي الاختصار ده عندك اختصار لايه او بنسميه النظام الانترناشنال تمام كده او بنسميه النظام لانه بيتكون من رقمين مفيش حروف في النظام ده طيب الرقمين عبارة عن ايه الاول بيديك رقم الربع اللي فيه السنة بعد كده بننطق رقم السنة بتاعتنا طيب تعال نشوفه مع بعض كده في الاول قال لك انا هرقم مين هرقم هرقم الاربع بتاعتي ادي الاربع بتاعتي تمام دي وبدأنا بيها الاول لانها اكتر اهمية ومتعيش معنا اكتر ودي تمام كده قال لك حتي ده رقم ده ياخد رقم واحد ده رقم اتنين ده رقم تلاتة وده رقم اربعة طيب حلو اوي هنكمل على خمسة ستة سبعة تمانية تمام دايما الرقم بتاعنا او ايه الرقم السنة هيبقى برا عن ايه او التركيم في النظام ده الاول الرقم الاول يبقى رقم اذا لو حطنا في الخانة الاولى دي رقم تلاتة مثلا يبقى من الخانة الاولى لو حنطق السنة تلاتة حاجة جنبها يبقى تلاتة دي هتعرفني من السنة تمام كده طيب وبعدين قال لك الخانة التانية هيبقى فيها رقم السنة طب احنا هلرقم الاسنان ازاي قال لك حاجة في البرمنت ورقم من واحد لحد تمانية هبتدي من جنب واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا لحد تمانية هنا برضو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهكذا هنا برضو لحد تمانية وهنا من واحد لحد تمانية طيب لما جا اقول لك هنا تلاتة سبعة يبقى هننطقها ازاي اولا ما تنتقش سبعة وتلاتين ما فيشش النطق ده قبل كده كان في شافه كان بيكل الناس يسألها يكتب لها رقم مثلا انه هو اه اربعة ستة. ويقول انطق ولو انطقل ستة واربعين يروح منقصك في درجات الشافة على طول. لا احنا بننطق الاول رقم الكوادرانت بعد كده ننطق رقم السنة. رقم الكوادرانت بتاعنا تلاتة معنا كده ان السنة بتاعتنا تمام? وتم السبعة دي. دي السنة قبل الاخيرة. يبقى دي مين? دي ساكند مولور. ساكند مولور. يبقى بيرمننت لور ليفت ساكند مولور. تمام كده? طيب في الاسنان البرايمير اي احنا عندنا الاسنان البرايمير بتاعتنا عندنا من واحد لحد خمسة. تمام? وهنا برضو هنرقم من واحد لحد خمسة. وهنا من واحد لحد خمسة. وهنا من واحد لحد خمسة. طيب بعد الموضوع ده هنرقم ازاي? قال لك اه نفس الكلام برضو. السنة هتاخد خانتين. الخانة الاولى بتاعت القادرانت ونفترض مثلا ان الرقم ده تمانية. ونحط تلاتة. يبقى الرقم بتاعي تمانية تلاتة. ده النطق بتاعه. طيب تمام جدا. تمانية دي معنى كده ان السنة صح? طب هي السنة بتاعتك تمام رقم السنة تلاتة يبقى ده يبقى تمام في مشكلة كده? في مشكلة في ده? احنا هنا بنبدأ من جب كنا بنبدأ بالمجزل او من النظام ده سهل هو كمان ومن الانظمة السهلة. طب هو السؤال يجي ازاي? يا اما يجيب لك اسم سنة طويل زي ما احنا بننتقى دلوقتي. ويقول لك اخترهولي بالنظام ده يطلع ايه? او بالنظام ده يطلع الرقم كام? فهم ازاي? ويبقى جايب لك الاختيارات وجايب فيهم رقم من النظام الانترناشنال ورقم من النظام الانترناشنال. ده ده ترى ايه من السؤال. يا اما يضرب لك عصفوري بحجر يجيب لك سؤال او يجيب لك سنة من اسنان بالرقم اليونيفرسل او بالترقيم اليونيفرسل ويقول لك هتهالي بالانترناشنال. وفي النقطة دي بيبقى خلاك طباطة عن النظامين اللي اتنين بسؤال واحد. اوكي? فهمنا النظام ده? ما تنساش ان النظام بتاعنا الاختصار بتاعه ايه? او بنسميه الانترناشنال قبل كده يسأل فيه. تمام? بيقول لك احنا عبارة عن ايه? عبارة عن الخانتين. الخانة اللي على الشمال دي دي بتاعت مين? دي بتاعة دي بتاعة Hudson. طب والخاناء اللي على اليمين الخانة اللي على اليمين دي بتاعة السنة ده والده طيب قلنا بقى الا on number. بننطقهم اللي اتنين بنطقهم سبارتلي بنطق النتين سبارتلي يعني بنطق كل واحدة لوحدة. تمام كده? طيب بعد كده بيقول لك في هنرقم الكوادرانس بتاعتنا واحد واثنين وتلاتة اربعة. في هنكمل خمسة وستة وسبعة وتمانية ده ارقام الكوادرانس. بعد كده نبدأ نرقم مين? بعد كده نبدأ نرقم الاسنان بتاعتنا في كل كوادرانس. هبقى من واحد لتمانية كده فتبقى دي الارقام بتاعتنا. وفي هتبقى دي الارقام بتاعتنا. طبق برضو على الارقام بتاعتك. حط نفسك الارقامين كده وشوف هتطلحهم مزبوطين ولا ايه? طيب بالنسبة بقى للنظام بتاعنا النظام العربي او بنسميه وده اللي مستخدم في المنطقة العربية. خليني بس اكبر للشاشة كده. تمام? بالنسبة لل قال لك والله انت شايف الكل اللي انت عملته ده? طيب حلو اركنهولي بقى على جنب ميلزم ليش في حاجة. انت بتعمل ايه في الاول? قلت له والله يا معلم احنا بنيجي نعمل كده شكل علامة زايد كده. طيب وبعدين قلت له والله بابدأ ارقم الاسنان وفي نظام بياخد رقمين لكل سنة. اللي هو مين? اللي هو النظام الانتر ناشنال. وفي واحد بيرقم من واحد الاتين وتلاتين وبنقعد نعد ويطلع روحنا. قال لك والله انا ما يلزمنيش ده كله انا كرياتيف. طب انت كرياتيف ازاي معلم? قال لك انا دي قوس لكل كوادرنت. براكت لكل كوادرنت. قال لها ده احنا لو جمعنا دي كده على بعضها هتطلع الشكل ده. قال لي ايه وما انت مفكر انا هجيبي الكرياتيفت من اين? قال لك طيب تمام اوي. انا كده عرفت. لما حط لك كده هعرف ان السنة دي ابر رايت. ولما حط لك كده هتعرف السنة دي ان هي ابر ليفت. ده لور ليفت وده لور رايت. صح? ده لاربعة براكت اللي عندي. قال لي تمام اوي. طب هنفرق ما بين الاسنان البرايمري والاسنان البرمننت ازاي? قلت لك تعالى يا صاحبي. هنعمل ايه? قلت لك تعالى هنريجي على الاسنان البرايمري نرقم من واحد لحد تمانية. قال لا 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 لا. ده انت بنصيع اوي ده انت روحت عالنظام مين? روحت عالنظام ال two digit system. واخدت منه ايه? اخدت منه فكرة من واحد لتمانية. وعشان تسهل عن الى وعلى ال two digit روحت حطة البراكت. فيها مشكلة دي? طيب ده للبرمننت للبرايمري هتعمل ايه? قال لك هرقم من اول الايه لحد الايه. مش هم خمس سنان? اه اي بي سي دي اي. طيب من واحد لتمانية واحد اثنين تلات اربعة لحد تمانية يطلعوا تمان ارقام. يا ابن العفريتة ده انت طلعت كرياتيف. هو ده النظام اللي احنا بنستخدمه في المنطقة العربية او في الشرق الاوسط عندنا. تمام كده. في مشكلة كده بالنسبة للبالمر نتيشن سيستم. طيب تعال انطبع عليه. لو عملتلك كده وكتبتلك سبعة. طيب حلو جدا. اولا السنة بتاعتي بصمت معايا كده السنة تحت العصايا. حلو قوي. طيب تحت العصايا تبقى السنة lower. وطالما رقم تعرف ان السنة permanent permanent lower. طيب حلو قوي. اعرف هي right ولا lift ازاي? هاخد ديه وارجحها هنا. تعرف انك في يبقى. طيب سبعة ده سكند مولر. ده سكند مولر. حلو جدا. طيب حاجة اعمل كده هوت? واخد حرف الاي. ده السنة تحت العصايا يبقى دي. وطالما احنا حرف يبقى السنة. يبقى السنة ايه? السنة برايمري. حلو جدا. هاخد وارجح لعلمت الزي التاني. يبقى دي ايه? دي. ويبقى برايمري lower right. سكند مولر. سكند مولر. فيها مشكلة دي. ده بالنسبة بتاعتنا البالمر بتاعنا. تمام? خلاني نشوف الداتا بتقول ايه? قال لك حنبدأ نرقم الارقام في كل كوادرنت من واحد لتمنى اللي احنا permanent. وجاخد البراكت. البراكت ده كده يبقى دي ابر رايت لما اخد دي كده البراكت ده. ده ابر رايت. ابر رايت سير دمولر لان رقمها تمانية. طب ده ده رقم خمسة. والبراكت ده بتاع مين? البراكت ده بتاع lower rift quadrant. طب حلو جدا. هو النزام ده بتكون من ايه? عشان جاي سؤال قبل كده. قال لك النزام ده بيتكون من براكت ونمبر لو انت من براكت ونمبر لو انت طيب ولو انت قال لك لو انت برايمري هيتكون من براكت وليتر. براكت ونمبر لو انت برايمري لو انت برايمري في مشكلة كده. خمسة ده ده ابر ليفت كنين طبعا عشان ده رقم. ودي طبعا. طيب تعال النزام مين بتاع النزام البرايمري للأسنان البرائمري نفس الكلام برضو. ودي امثلة جات في امتحنات قبل كده. قدي النزام كله على بعضه. للأسنان البرائمري والأسنان في مشكلة كده يبقى واحدة واحدة رجاحه مع بعض الانظمة. واحد بيرقم من واحد الاثنين وتلاتين ده او تمام كده ده كان من مين الاسنان البرائمري من البرائمري عادتهم صغير فالرقم من واحد واثنين وتلاتين طيب البرائمري عادتهم كبير. رقمهم من واحد الاثنين وتلاتين. عادتهم صغير. نرقمهم من الاي لحرف تي عشان هم عادتهم اقل من حروف الانجلش. تمام كده. طيب ما ننساش ان النظام اليونيفرسال كان قابله علامة هشتاج. طيب حلو جدا. طيب بالنسبة للنظام او او قال لك اه ده انا هعمل ايه? هبدأ قدي لكل رقم. وهبتدي بالاسنان واحد اتنين تنة اربعة لرقم الكوادرانت خمسة ستة سبعة تمانية وهبدأ رقم الاسنان من واحد لتمانية الاسنان من واحد لتمانية والاسنان من واحد لخمسة. تمام كده? طيب اللي هو اخر واحد قال لك ده انا هاخد بتاعتي هستشفها كده من مين هستشفها? من العلامة الزادة اللي انت بتعملها عشان تقسم وبعد كده هبدأ احط من واحد لتمانية لو احنا ومن الايه للايه لو احنا من الايه للايه لو احنا ايه لو احنا على حد هنا لازم توقف وتتكود وتبدأ تراجع اسئلة من الاسئلة السهلة المضمونة اللي بيديها لك في الامتحان. فبالله عليك تركز فيهم وما تضيعش فيهم اي درجة. تمام كده? هنكمل احنا بعد كده نقطة تانية مهمة جدا اسمها تعتبر يعني اتقل محاضرة التيرم الاول. بس لو ركزت فيها واحدة واحدة مش هتتويه خالص. تمام? الانتوميكا يعني ايه لاندو ماركس? لاندو ماركس يعني التدريس. التدريس بتاعتنا عبارة عن مرتفعات ومنخفضات يبريشنز. يبقى ايزا لما اجي هتكلم عن الاندو ماركس هتكلم عن المرتفعات والمنخفضات اللي موجودة في السنة بما اننا في اسنان يعني. تمام كده? هتلاقي عندنا حاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها تمام? ودول بيعبروا عن وجود اللو. وده سؤال هقولولك بعد شوية. عندنا حاجة اسمها وعندنا حاجة اسمها ودي كل اللي موجودة عندك. ودي كل اللي موجودة عندك. هبدأ اخدهم واحدة واحدة كده. الاول عندنا حاجة اسمها اللوب. او تمام? هحكي لك قصة كده بسيطة خالص. بيقول لك زمان والسنة بتتكون كان كل خلايا متجمعين جنب بعض كده. عاملين جزء اسمه لوب. فاللوب ده اول جزء تكون من السنة. اول جزء تكون من السنة. قال لك شوية الخلايا دولت. قاعدين? لقوا عليهم شوية كالسة معدين. حلوه. قال لهم رايحين فين? قال لهم احنا قاعدين. تعالوا معنا. بدأت السنة بتاعتي تتكلس وتكون لي كاسبوت. حلو جدا. يبقى اول جزء تكون من السنة بنسميه لوب. يبقى البرائماري بورتوف توس. او البرائماري سنتر اوف كالسيفيكيشن. النواهي الاساسية او النواهي اللي بدأ فيها التكلس او التعظم بتاع السنة. يبقى تعريف اللوب تاني هو او اول جزء تكون من السنة. طيب حلوه اوي اول جزء تكون من السنة. بعد كده الجزء ده مش هلا يبقى شايفينه لانها الخلايا واختفت خلاص الخلايا اللي كونت السنة. طيب حلوه اوي هشوفها بعد كده هتظهر لي في ايه? طيب ركز معي على اللوب دي. خلينا نشوف الداتا بتاعتنا بتقول ايه? يبقى فهمنا يعني ايه لوب? اول الجزء تكون من السنة. طيب حلوه اوي. قال لك اللوب ده هختفيه مع الوقت مش هقدر يشوفه. طيب هشوفه في تلات حاجات هشوفه في تلاتة يبقى تلاتة دولار او اللوب بيتعبر عنه بتلات حاجات. ده السؤال اللي بيجي في الامتحان. اول حاجة حاجة اسمها بعد كده حاجة اسمها وحاجة اسمها الكسب. وحاجة اسمها ايه? حاجة اسمها الكسب. حلو جدا. في مشكلة لحد دلوقتي. يبقى انا دلوقتي عرفتك معلومتين عن اللوب. قوله هو اول جزء بيتكون من السنة. اللي معلومة تانية بعبر عنه او بيعبر عنه تلات حاجات. حاجة اسمها حاجة اسمها وحاجة اسمها القسم. طيب حلو جدا. بعد كده اقول لك انا قاعدة حلوة جدا. قاعدة هتمشى على الاسنان من اول لحد السيفن. من السيفن ده? ده السيفن ده السكن مولر. طب يا دكتور فين الايت اللي هو الويسدم. اقول لك الويسدم بيتكون او بيحصل له اروبشن بعد ما الاسنان يحصل لها اروبشن بحوالي سبع او تسع سنين. فهو الواحده كده هو صعباني الواحده. فهم ازاي? مش هتمشى عليه القاعدة دي. قاعدة دي بتقول ايه? اقل عدد من اللوبس يعرف يكون سنة هو اربعة لوب. اكتبها عندك كده. اقل عدد من اللوبس. ده سؤال دايما بيجي وان شاء الله يجي فيلم الترم. المنمم نمبر اوف اللوبس. زاد كان فورما توس. بيبقى كام لوب? اربعة لوب. اربعة لوب. ده اقل عدد من اللوبس يعرف يكون سنة. طيب حلو جدا. واقصى عدد يارى في كون سنة خمسة. يبقى المنمم اربعة والماكسيمم كام خمسة. طيب تعال نشوف الاجزاء دي بنشوفها ازاي? او اللوبس دي بنشوفها ازاي? يبقى اقل عدد من اللوبس يعرف في كون سنة هو اربعة. واقصى عدد خمسة. حلو جدا. طيب يا دكتور سعاد بنلاقي حاجات اشكالها جريبة. دي معلومة زيادة عن المحاضرة. تمام? دي معلومة زيادة عن المحاضرة. سعاد بلاقي في حتة سنة كده. طلع ما بين الاسنان. زي دي كده. دي بسميها ميزو دينس. دي بسميها ايه? ميزو دينس. اهي اتشوف كده من ناحية ودي من ناحية اللينجول. دي اللي هي في النص دي. طيب دي بتتكون من كام لوب? قال لك ما بتتكونش من اربعة. اياه من اتنين اياه من تلاتة لوب بساعات بتبقى بواحد لوب. قال لك كده ما اعتبرهاش سنة. طب حلو قوي. طب بنسميها ايه? بنسميها يعني ايه سنة طلعة زيادة. طيب هي سنة? لأ. طب هي ايه? هي عبارة عن حاجة زيادة كده. طب حلها ايه? قال لك بنخلعها ونعمل تقويم نلم الاسنان على بعض تقفل اللي هيبقى موجود في النص. تمام دي اسمها دي اسمها طيب حلو قوي. ده السرد مولر هوت. السرد مولر بتاعك ممكن يبقى فيه تلاتة لوب. ممكن يتكون بتلاتة لوب. طيب يا دكتور حضرتك قلتلي من شوية القاعدة بتقول انه هو من لازم الاسنان تتكون من اربعة لوب عشان اعتبرها سنة. طب ما انت حضرتك بتكلم في الايد. قلت لك الايد ده صعباني. فهم ازاي ممكن يتكون من تلاتة قصب دولة البروجيكشنز دي بنسميها قصبات. او البروجيكشنز دي بنسميها قصبات. كل قصب هنا بيسوي لوب. فممكن يتكون من تلاتة لوب. نتيجة انه بتكون من تلاتة قصب. او ممكن يتكون من اربعة قصب. فاقول عليه انه هو بتكون من اربعة لوب. هو بتكون من ايه? بتكون من اربعة لوب. تمام كده? طيب حلو جدا. تعال نبص على دي. دي ممكن يكون حجمها صغير كده. بقول عليها بيكون شبهها شبه الوتد كده. او شكلها شبه الوتد. تمام? طيب دي باعتبارها سن قالك لأ. بتتكون من تلاتة لوب. اتنين موجودين قدام واحد موجود ورا. تمام كده? طيب حلو اوي. حلها ايه دي? قالك يا اما نبرضها ونركب عليها تربوش بتاع لاترال انسايزور. يا اما نعدلها بحشوة لازر بنسميها حشوة كومزت. بنسميها حشوة كومزت. تمام كده? يبقى اخدنا الحالات اللي ممكن يبقى فيه اسنان بتبقى موجودة بس اقل من اربعة لو بقى لك ما نعتبرهاش سنة. ولازم نزبط الشكل بتاعها. تمام كده? السيرد مولر ممكن يبقى بتلاتة قصب. ده يسوي تلاتة لوب. واتفقنا ان القاعدة بتاعتنا بتمشي من السنترل لحد السيفن. والايت ما بيغضعش القاعدة بتاعتنا. ده السؤال المشهور جدا. المنموم نمبر في اللوبز. اللي يعرف يكون سنة وكم لوب? اربعة لوب. وجاوبوا وخليه دايما معاك في النوتس بتاعتك كده. تمام? طيب نيجي نتكلم بقى الحاجات اللي بتعبر لي عن وجود اللوب. عندي حاجة اسمها عندي حاجة اسمها نرجع للرسمة اللي كانت من شوية. شوية خلايا قاعدين. عليهم شوية الكالسام معادي قالوا لهم انتوا ذكروا قلهم احنا قادين. قال لي انا رط عليهم الكالسام قال له احنا جايين. طيب حلوة اوي الكالسام تكون هوت. بدأت اللوبز بتاعتي تكون لي تمام? اے اللوبز بدأت تكون مين تكون الليبيا السيرف fåص طيب حلوة اوي الليبيا الس открывوس بتاعي تكون. طيب. حلوة اوي قاد الليبيا السيرف سيرفز دولة اللوبز أس esper發現 لها علاقات وزيد المخصص ل Ramsay لها علاقات وزيد المخصص لأجهات سببهم تذهب وفي المخصص لأجهات جهازة الabsorbing والأنام للدم not meng Σ كل لوب كده بيكون له شوية ايه فوق شوية انامل زيادة فوق قالك التلاتة دولت هنسميهم ايه هنسميهم ماملونز تلات مرتفعات طيب بيبقوا موجودين فين بالزبط قالك بيبقوا موجودين في بتاع النيولي ارابتد في الانصايزل بتاع مين النيولي ارابتد انصايزل تمام ولازم النيولي ارابتد بيرمننت على برايماري كلك بيبقوا موجودين في الاسنان الـ الاسنان الـ مافهاش ايه مافهاش ماملونز اسنان الـ وليل نادرا رير لي لما يبقى فيها ايه لما يبقى فيها ماملونز الماملونز دي بتبقى موجودة في الاسنان الـ وايه عبارة عن شوية انامل طب هي ما صرها ايه قالك ما صرها مع الوقت الطفلة هيدك ايه كل ما الي يتيم فاين اللي هيحصل الى ماملونز دي هتبدأ تتكسر ويتحول بتاعك وتبقى فلاد كده. تمام كده? طيب ازاي بقى الماملونز بتعبر عن وجود اللوب? السنة بتاعتك بتتكون من اربعة لوب. تلاتة موجودين في الليبيال اللي احنا سميناهم ديستوليبيال ميدل ليبيال ميزيو ليبيال لوب. تمام دول تلاتة موجودين في الليبيال واحد موجود ناحية اللينجوان وهو قولك بيعمل اي دلوقتي? يبقى ايزا احنا حرفنا ان عدد الماملونز تلاتة. طب عدد اللوبس اللي بيكونوا الليبيال سيرفس فهم ثلاثة. طب حلو او يبقى استدليت ان الماملونز دولة عددهم بيزوى عدد اللوبس. ازا الماملونز بتعمل ايه? بتعبر عن وجود اللوبس. بتعبر عن وجود اللوبس. يبقى الاسنان الانتيريور بتاعتنا بتتكون من كم لوب? الاسنان الانتيريور بتاعتنا بتتكون من اربعة لوب. طب حلو جدا. تعال نشوف كل الاسنان بتاعتنا بتتكون من كم لوب. لا اي سنة عندك بتتكون من اربعة لوب معدد سنتين. بيتكونوا من كمسة لوب. تعال واحد لنجوال طب حلو جدا البري مولارز البري مولارز كلها بتتكون من اربعة لوب تلاتة باقل واحد لنجوال معادة عق فيه لا ده عق غير العق اللي كان عنده تمام العق ده بيبقى عنده ناحية لنجوال بروزين كده وناحية الباقل بيتكون من ثلاثة لوب البروزين اللي ناحية لنجوال دول قاسبين القاسبين دولت بيساوي اتنين لوب طب وثلاثة لوب ناحية الباقل يبقى بخمسة لوب يبقى لور ساكند بري مولار بيتكون من خمسة لوب لور ساكند بري مولار لور ساكند بري مولار لور ساكند بري مولار يبقى اخدنا دلوقات البري مولارز والانتيريور كلهم اربعة لوب معادة لور ساكند بري مولار ده اللي خمسة لوب. طب نخش على المولارز. المولارز بتمشي عليهم قاعدة كل كسب بلوب. قاعدة كل كسب بلوب. فلو رسمنا هنا سلنا كده بتتكون من اربع بروزات كده. هنبدأ نعد البروزات الكسبات دي. ادي كسب. التاني. التالت الرابع. يبقى دول كم كسب? دولة والله اربع كسب. طب يطلعوا بكام لوب? يطلعوا باربع لوب. يبقى ايزا الكسب يعبر عن وجود اللوب هو كمان. تمام كده? في مشكلة في الكلام ده. يبقى الاسنان بتاعتي اللي بتتكون من اربع لوب. كل الاسنان بتتكون من اربع لوب. بس كل واحد وحالته. الانتيريور ببقى فيه تلاتة قدام واحد ورا. طب البروز تلاتة باكل واحد لينجوال. معادة اللور ساكند بري مولر. عنده اتنين لوب ورا. وتلاتة باكل. تمام كده? وتلاتة لوب باكل. يبقى خمسة لوب. طب المولارز كلهم تمشي عليهم قاعدة كل كسب بلوب. معادة عق فيهم برضو. اللي هو مين? اللي هو اللور اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي اللي هو وكين من رقم وستة. اللي هو هتعد من جنب الواحد اتنين تلاتة اربعة لحد بتوصل سبتة اللي هو مين flipped تمام كده؟ طيب بيبقى بشكل عامل ازاي؟ بيتكون من خمس بروزات كده. كده 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 يطلعوا بكام لوب يطلعوا بخمسة لوب يبقى الأسنان بتاعتي كلها بتتكون من أربع لوب معدة سنتين اللي هما الـ Lower 5 Lower 2nd PM واللي وراها على طول الـ Lower FirstMuller واللي وراها على طول يمين Lower FirstMuller في مشكلة كده في حتة اللوب نرجع لموضوعنا الماملونز إتفاقنا ان الماملونز بتاعتنا بيبقى عادتها كم؟ بيبقى عادتها 3 شوفوا التعريف هيحطولك إزاي بالظبط بص كده هم عبارة عن تلات بروزات أو تلات نتوءات بيتكونوا فين في بتاع مين ما تنساش لما تتسيل هم بيرمينت بس تمام بيبقوا موجودين في بيرمينت بس طب حلو جدا خلينا نشوف مصيرهم ايه بيقول لك والله هم بيبقوا موجودين في الاول بعد كده بيحصلوا بيحصلوا يعني بيتكسرهم بيتكسروا بدل ما هم وقلدين الشكل ده يتكسروا كده مع الاكل ويتحولوا لفلات ايتج عشان نعرف نقطع بيها السندويتشات ونعرف ناكل بيها تمام كده بص معاك كده بص معاك الشكل بتاعها هي الثلاث بروزات دولار عددهم ثلاثة وانا عدد اللوبس بتاعتي اللي موجودة في ناحية الليبيا او بيكونوا الليبيا السيرفس بيبقوا ثلاثة اذا الماملونز بتعبر عن وجود اللوبس تمام بعد كده التاني حاجة بتعبر عن وجود اللوبس هي السنجلوم خلينا نرجع للمعلومة وارا شوية احنا قلنا لأسنان الانتيرور بتاعتنا بتتكون من اربعة لوب ثلاثة موجودين في الليبيا صح؟ قد الليبيا البتاعي ثلاثة موجودين فيه طيب نروح على اللينجول قالك اللينجول بيبقى فيه حتة مكالكعة كده حتة بارزة كده ناحية اللينجول دي السنجلوم السنجلوم دي بتساوي كام؟ بتساوي واحد لوب وركز في دي عشان جابها السؤال قبل كده السنجلوم بتساوي كام لوب؟ بتساوي واحد لوب يبقى اي سنة انتيرو متتكون من اربعة لوب ثلاثة لحية اليبين واحد لحية اللنجول اللنجول انتيرو يكون شيء اسمها Rust إنه تعريف كماذا ؟ وصف سwarzاني عبارة عن، عبارة عن بلج أو الشرح حتة بروز كده بلج أو الشرح لو قسمنا الرافعي تلت تلات التلات فالثلت الأول سنسميه انسائزل سيرت التلت التالي سنسميه ميدل سيرت التلت التالي سنسميه سيرفايكال سيرت فهي موجودة في موجودة في v нож طب فإني� لل proposing سيرفس لليبيس يم؟ أو ال lingual؟ والله في parf两 bastانة طب فإنيني أثنان موجودة في الأثنان الخفاض بس يبقى أثنان الخفاض هم الوحيدين اللي عندهم ب shear طبأ拍ه وines كانت موجودة يعني يا كجر النجل الذين أطلندهم من مميال صح البستيريون 자�moins صح يبقى نرجع للموضع أولاد الخفاض عبارة عن permanently او إلارج منت بولج او إلارج منت بروس كده موجود فين موجود في في التلت التالت اللي احنا سميناه طيب تمام موجود في اي سيرفس في طب بتاع عنه اسنان في الاسنان الانتيريور طب اسألك سؤال السنجرام بتساوي كام لوب? بتساوي واحد لوب. طيب احنا عندنا كام في الاسنان الانتيريور? الاسنان الانتيريور يا دكتور عددهم كام? عددهم ستة عبر وستة لور. وكل واحد عنده يبقى احنا عندنا كام? عندنا اتناشر. عندنا كام اتناشر ايه? عندنا اتناشر abi singular. تمام كده? عددهم اتناشر. في مشكلة في الكلام ده لحد دلوقتي? خلينا نخش على المعلومات اللي بعد كده عندنا معلوبة التالتة او الحاجة اللي انت عبر لي عن موجود اللوب هي القصب. تمام كده? طيب هو عبارة القصب ده عبار عن ايه? القصب بتاعنا عبارة عن مرتفع يا ام هرمي. شكله عامل كده. مرتفع يا ام هرمي الشكل. يا ام شكله مخروطي كده. يا ام شكله ايه? يا ام شكله مخروطي الشكل. طيب بيبقى موجود او بنسميه على حسب اللوكيشن بتاعه. حلو جدا. طيب هو بيبقى موجود فين? في بتاع البستيريور. عندهم ايه? عندهم قصبات. طيب هو موجود فين تاني? السنة الانتيريور الوحيدة اللي عندها قصب كانت بتعمل تيرنج بيه يالقناين. يبقى السنة الوحيدة اللي عندها قصب يالقناين. تاني القصب عبارة عن ايه? مرتفع شكله هرمي براميدل او شكله مخروطي كونيكال ايليفيشن. طبام? بسميه على حسب اللوكيشن بتاعه. طب هو بيبقى موجود فين? في الاوكلوزة السيرفس. في الاوكلوزة السطح اللي فوقه بتاع الاسنان البستيريور الاسنان الخلفية. يا اما موجودة عند سنة واحدة انتيريور وهو الكنين. طيب حلو جدا. حلو جدا عحد دلوقتي. كل قصب بيتكون من اربع حروف. المرتفع الخطي او من ريج. بنقول عليه ايه ريج. ركز عشان ده سؤال ساعة بيكي في الامتحان. كل قصب بيتكون من اربع ريجات. كل قصب بيتكون من اربع ريجات. ودي كتبها عندك برضو. دي كتبها عندك برضو. طيب عشان احكم على القصب بتاع ان هو قصب. لازم يكون في ايه وايه وايه وايه. عشان نقول ان ده قصب لازم القصب بتاعك يبقى ليه انمل من فوق وتحتيه دينتين وتحتيه حتة زيادة من البلب كده بنقول عليها عشان ان اقول ان ده قصب. يبقى القصب بتاعها هوت. ده القصب بتاعك هوت. تمام? تحتيه دينتين وتحتيه طب حلوة قوي. حيجينا زيادة بعد شوية هتكون بتتكون من الانمل بس. هلأ اقدر اقول اللي هي قصب? لا ما اقدرش اقول اللي هي قصب. لانها بتتكون من ايه بس? لانها بتتكون من الانمل بس. تاني تعريف القصب عبارة عن ايه? مرتفع هرمي او مرتفع مخروطي. بسميه على حسب بتاعه. يعني لو قلنا ان ده البقل سيرفس. وده اللينجوال سيرفس. وده الميزيال سيرفس. وده الديستال سيرفس. اسم القصب ده هيبقى اسمه ميزيو بقل. ميزيو بقل. طب وده هيبقى اسمه ديستو بقل. هيبقى اسمه ديستو بقل. ده اسمه ديستو لينجوال وده اسمه ميزيو لينجوال قصب. هيبقى اسمه ميزيو لينجوال قصب. ما يتهمنيش التسمية دلوقتي متركزش فيها. احنا وصلنا للقصب بيعبر عن وجود اللوب. فيبقى ثلاث حاجات لقد Ledوم يعبر عن وجود اللوب. الميم ودولة التلت بروزهات اللي كانوا عبارة عن نامة بس. بعد كده اخذنا ال勝جر اللي كان عبارة عن segue cellphone communion بتاع الانتيريور. واخذنا القصب. طب حلو جدا للسنة الانتيريور الوحيدة اللي عندها قصب يمين هي connect. طب حلو جدا. ثلاث حاجات يعبار عن وجود اللوب. الميم وده شكل الميم LISA اللوم. ال勝جر ولل فارق بتاعنا. بعد كده عندنا اسمه تيوبركل. ده عبارة عن ايه? عبارة عن يعني ايه احنا كنا جايين بنكسي السنة بالانامل وعندنا شوية انامل زادوا هنا كده. سبناهم ورا على السنة في اللينجور بتاع السنة. سميناهم ايه? سميناهم او سميناهم فيفس كسب. سميناهم ايه? فيفس كسب. او كارابيلي. ايه? كارابيلي. يبقى سميناها اما فيفس كسب اما كارابيلي اما تمام كده او كارابيلي ده اسم اللي سماه. تمام كده? طيب بيبقى موجود فين بالزبط? هو عبارة عن ايه? اكسترافرميشن او في الانامل. زيادة من الانامل. بيبقى موجود في 3 اسنان. بيبقى موجود في الأبر الانسايزور ياما ابر ايه ياما ابر سكس. الدكتور قالت ان هو في الابر لاترل وفي الابر سكس. وقالت في الابر برايمري مولر. بس هو بيبقى موجود بالتحديد يعني في الابر ساكن مولار برايمري. طب هو عبارة عن ايه عبارة عن انامل بس هل اعتبره قصب? ما اعتبرهوش قصب. طيب بص كده ان التحديد بتاع الداتة هتحدده لك ازاي? ادي تيوبركل بتاعنا. ادي تيوبركل. طيب ركز بقى المعلومة التانية دي. بيقولك والله انا ما اقدرش اقول ان هو قصب. طب ليه? لانه بيختلف عن القصب ان هو بتكون من انامل بس. طيب القصب بتاعنا كان بتكون من ايه? كان بتكون من انامل فوق وتحته دنتين وتحته بالبهورن. انامل ودنتين وبالبهورن. انما المعلم ده تيوبركل ده بيبقى موجود في ايه? بيبقى موجود عبارة عن انامل بس. تكوين وانامل بس. قلناك حتى وحنا بنشتجل وحنا بنشتجل يعني تركيبة بنبرد السنة. ممكن ما نعوضوش. عادي خالص ما فيش مشكلة. طيب بعد كده حناخد اسمه وعشان نسهلها عليكم انا قسمتها عكس ما الدكتورة كانت مقسمها في المحاضرة. الدكتورة مقسمها في المحاضرة كده هلوغط اللي هو يلا يلا فيه رجات. طيب احنا هناخدها ازاي? قال لك لا والله ده احنا هنقسمها لسيرفزز. ازاي هنقسمها لسيرفزز? لا هنقسمها للرجات. سيرفز سيرفز كده موجود في رجات. نبدأ نتعرف عليهم. تمام? فالاول عندنا وعندنا 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 طب هو يعني ايه? عبارة عن مرتفع خطي. مرتفع يعني وخطي اه مرتفع يعني وخطي يعني تمام? مرتفع خطي. بيبقى موجود في مختلفة من السنة. احنا عشان نسهل على نفسنا الدراسة قسمناهم لفشيال ولنجوال واكلوزا. قسمناهم لايه? فشيال ولنجوال واكلوزا. فشيال ولنجوال واكلوزا. طب حلو جدا. هنبتدي بالفشيال ريجس. طب يعني ايه فشيال ريجس دريجات او مرتفعات خطية موجودة في الفشيال سيرفز? طب حلو جدا. خلينا نشوفها بتقول ايه كده? تمام? بص معي. بالنسبة للفشيال ريجس. اول ريج عندنا بنسميه سيرفايكل ريج. خلينا نبص عليه كده? تعريفه عبارة عن عن يعني ايه بيجرب العرض كده. بيجرب العرض فين بالزبط? قالك في في يبقى تاني كده عبارة عن ايه بيتحرك بالعرض. بيتحرك بالعرض. كل سنة لها كل سنة لها ايه? بيبقى موجود في السيرفايكل سيرد. الساطررج اللي هيقول لي كان فيه��로 اقصاتها كده من ناحية اللينجول. في حد يفاكر اللي هو time class. كده? یبقى تاني سيرفايكل ريج للينير الفيشان遠 هاروزو انت اللي بيجرب العرض. طب فيين بالظبط في السيرفايكل سيرد. طب ف London سيرفز? طب هو عند مين؟ عند الاسنان كلها. طب هو لازمته ايه? قالك الفيشل من ناحية الفيشل كده. من ناحية الفيشل من هنا. قالك الاكل ييجي هنا كده لحد ما يوصل مين اللي متحامل في السيرفاي코 الريج اللي متحمل في هنا الجنجفة. الجنجفة عبارة صوف تتشو مستخبي ورا مين? مستخبي ورا الجنجفة. بيعمل كحاقط الصد الاول عن الجنجفة. عشان الاكل ما يغبطش في الجنجفة. ويعمل ايه? يعمل ترومة للجنجفة. او يعمل تراجع في اللاسة. او ممكن يعمل الاكل يتجمع هنا ومع الوقت يعمل جير في الاسنان يعمل حاجة اسمها كالكولوس. يعمل ايه? يعمل كالكولوس. ونتطرحنا ننظفه كل شوية. تمام كده? يبقى ده بتاعنا. عبارة عن مرتفع خطي اللي بيجرب العرض في في الفيشيال سيرفس. تمام كده? مفهومة المعلومة دي? ده بالنسبة لأول موجود عندنا. بالنسبة لأول موجود عندنا. بعد كده عندنا الاتنين دولت خوات. يعني ايه اللي اتنين دولت خوات? اللي اتنين دولت هم نفس الزات نفس. طب ايه المختلف ما بينهم? قالك المختلف ما بينهم ان عندنا واحد موجود في البقى السيرفس واحد موجود في اللي بيال سيرفس. طب تاني كده احنا قلنا ان القصب بتاعنا بتكون من اربع ريجات. ادي ريج وادي ريج وادي ريج وادي ريج. كل ريج نازل على سيرفس بنسميه باسم السيرفس اللي نازل عليه. يعني احنا هنا لو الريج ده نازل على اللي بيال سيرفس نقول عليه ليبيال ريج. طب هو نازل على البقى السيرفس نقول عليه بقى الريج. ففهمت هما الاتنين نفس الزات نفس ازاي? يعني ده لو بريمولرز هتقول على ده طب لو هو هتقول عليه طب ازا دلوقتي يبقى السنة الوحيدة اللي عندها هي هي الكنين. صح? طب ليه يا دكتور هي السنة الوحيدة اللي كان عندها قصب? يبقى السنة الوحيدة اللي عندها هي هي الكنين. يبقى معلومتين على الكنين دلوقتي. او السنة الوحيدة في الانتيرور اللي عندها قصب? كمان السنة الوحيدة اللي عندها خد معلومة عنه كمان بيقول أنه أكبر منافلة في البوء هي بتاعة الكماء. اكبر ماج متاح في البقق، يا بتاعة الكمعين، طب تعالوا انسمى الرابعة ريج دول. الريج اللي نزل على الليبيال بنسميه الليبيال. النزل علىالميز buscar الريج اللي نزل على الريج الدستال الريج اللي نزل على الهي pastors يتوقف لمنهم دلوقتي الليبيال والباقرة الريج. طب التحركي سأنتظر انه هو ايه يمتد من الكاسب تيب وماشي على يبقى اسمه طب لو ماشي على يبقى اسمه يبقى اسمه يبقى اسمه وبيتانيه ممتد كده لحد ما يوصل مع مين لحد ما يوصل مع مفهوم النقطة دي يبقى المختلف ما بينهم ان يبقى موجود في الاسنان البري مولرز والمولرز انما اللي بيبقى موجود في مين اللي بيبقى موجود في الكنين نخش على اللينجول اللينجول بتاعي لما نيجي نبص عليه كده ادي اللينجول بتاعنا تعال نبص على اللينجول كده دي الكعبيرة دي البلجة او اللارج منت ده او بروتوبرانس ده النتوء ده ده بنسميه سنجلوم اهوت تحت السنجلوم دي بيتلاقي فيه في الجنبين كده مرتفعات بنفيه في الجنبين كده ايه مرتفعات المرتفعات دي المرتفعات دي بتبقى موجودة على الحافة حافة يعني مارجن فنسميها مارجنال ريجس مارجنال ريجس بتبقى موجودة في الاسنان الانتيريور والاسنان البستيريور طب هو معاداتهم كام اتنين طب تعرفهم لينيار راوند اليفاشن واسمع التعريف ده عشان موجود في الكتاب ممكن يجيبوه لينيار راوند اليفاشن ترميناتس بتوين اللينجوال سيرفس اند البروكزوما السيرفس بيفسل او بينهي اللينجوال سيرفس اللي احنا فيه ده عن السطح الجانبي عن البروكزوما السيرفس اوكي كمان بيقول لك الريجس دي بتجمع الاكل عشان يتحشر هنا ونعرف نعمله مستيكيشن ونعرف نعمله مستيكيشن في مشكلة كده في المارجنال ريجس اظن الدنيا على حد دلوقتي واضحة. تمام كده? اوات بتبقى موجودة في الأسنان الأنتيريور. لو اخدت بلك في الأسنان الأنتيريور بتبقى وقفة بالطول كده. عشان حنيجي بعد شوية في الأسنان البستيريور. يبقى هنا في الأسنان الأنتيريور بيبقى شكلها عامل ازاي? بتبقى ومنى موجودة ع بتاعي هو بيبقى موجود فين بيبقى موجود هنا كده طيب حلو جدا عاوز افرق بالنتحكتين وانصايزا الريج ده موجود في ده موجود في مين موجود في هنا كده في في الانصايزا السيرد سوري في الانصايزا السيرد اهوت موجود في الانصايزا السيرد كده تمام طيب حلو جدا لما نيجي على الانصايزا بتاعنا الانصايزا بتاعك نفسه بقى اللي بيقطع بنسميها دي اللي بنقطع بها نفسها دي طب واللي مشارك اللي انا برسمه ده ده يبقى اللي احنا بنعمل بها الريج اللي ورا ده ده اسمه الانصايزا الريج عبارة عن ريج او بنلاقيه موجود في الانصايزا السيرد طب حلو قوي لما نيجي نبص على القناين القناين عنده قصب تب اهيت طب القصب تب دي تكونت ازاي قال لك اللي في النص اللي احنا بنسميه الميدل ليبيا اللوح حصل له مور ديفلوب منت نمى زيادة وكبر في الحجم طب كبر في الحجم اتحرك ناحية الليبيا لعمل ليبيا الريج ناحية اللينجوال هنا هيعمل هنا كده طب ونحية العمل لك عمل لك الحتة اللي انا حددتها دي دي كده دي كده تمام كده طيب حلو جدا ركز في الحتة اللي فاتت دي طيب انا لما يبقى عندي واحد هنا كده القناين بتاعي الحتة الميدل ليبيا اللوح ده حينمو زيادة طب لما ينمو زيادة حيقطع لي ده يبقى اتنين ميزيو وديستو 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 واللي في النص دي اسمها الكاسب تب اللي في النص دي اسمها الكاسب تب اوكي في مشكلة كده عرفنا الكاسب تب عملت ايه في بتاعي القناين اتقسم لاتنين واحد ميزل واحد ديستو مين اللي اسمه الكاسب تب بتاعي ادي الانسايزر ريجوس وده اللينجوال ريج تعاري في اللينجوال ريج عبارة عبارة عن linear elevation extend يعني بيامتد او distance يعني بينزل من الكاسب تب على اللينجوال سيرفس من الكاسب تب على اللينجوال سيرفس ما ننساش ان المارجوال ريجوس في الانتيريور بتبقى vertical وفي البستيريور هنقولها دلوقتي بتبقى بالعرض هريزونتال دي في الانتيريور كده بيبقى شكلها vertical بيبقى شكلها ايه vertical تمام كده طيب نخش على الاوكلوزل بقى الاوكلوزل بتاعنا بيبقى فيه ريجات الاوكلوزل بتاعنا بيبقى فيه ريجات طيب حلو جدا تعال نشوف الريجات اللي موجودة عندنا قالك احنا عندنا حاجة اسمها triangular ridges خلينا نرسم الكاسب تب المبجلة قادي الكاسب تب المبجلة بينزل منها ريج على البقى اللي قلنا عليه بقى ريج ريج على الميزي الميزي وانسايزل ريج او ميزي الريج وديستال ريج ريج حينزل على الاوكلوزل او عا تسميه اوكلوزل ريج سمعك ياللي قلت اوكلوزل ريج تمام كده بنسميه triangular ridges ليه triangular ridges عشان الشكل بتاعه ايه طب هو تعريفه ايه اسمع التعريف ده عشان ده تعريف امتحان عبارة عن linear elevation او triangular كستند او ديسند فروم الكاسب تب ونازل على حد center of the occlusal surface لحد نص الاوكلوزل surface ده تعريف مين يا معلم ده تعريف triangular ridges عبارة عن triangular in shape بيمتد من الكاسب تب لحد فين بيمتد من الكاسب تب لحد central area او center of the occlusal لحد center of the occlusal تمام ده الشكل بتاع المسلس بتاعك اوكي ده بالنسبة المين لل triangular ridges triangular ridges موجودة posterior early ادي المرجل ريجس شكلها عامل ازاي هنا هنا شكلها بالعرض شكلها horizontal وبتبقى بتفصل لك ما بين يعني بتفصل السطح ده عن السطح اللي فيه ده تفصل السطح ده عن السطح اللي فيه ده اهميتها ان اياها بتجمع الاكل فين بتجمع الاكل بتاعنا في نص الاكلوزل هنا كده اهيض دي المرجل ريجس دي المرجل ريجس خلينا اقرى هلك تاني قبل ما ال data دي تظهر عليها بص كده بص كده عشان تبقى شايف شكلها اهيض اوكي ال transverse ridge حلوة نيجي احنا دلوقتي نبص على مين نبص على بري مولر ولكن ده ده الابرفور بتاعنا ده كده الابرفور فيه triangular ridges اهوات وهنيجي على triangular ridges كمان اهوات triangular ridges اهوات triangular ridges قابل triangular ridges في وشه قابل triangular ridges في وشه اللي اتنين صار مجددا مثل الرج 김�ling وكون مجددا مثل الرجال والرقاء دعا الآن والرقاء هناك المنزلBooks سي 다음 الرغم يبقى عبارة عن عبارة عن عبارة عن الاتنين بيقابلوا بعض يعني ايه ده جاي في وش ده كده تمام او بيقابلوا بعض الوش في الوش طيب حلو جدا بعد كده بيقولك هو الله موجود في مين موجود في اتنين بس او نوعين بس من الاسنان موجود في اتنين من الاسنان موجود عند مين و مين موجود عند موجود عند موجود عند موجود عند تاني يبقى الـ Transverse Rij Union اتحاد الـ Transverse Rijs يوجد موجود في مين؟ في كل الـ Pre-Molar Lower و Upper Pre-Molar والـ Lower Molar يأخذنا مين من الـ Posterior خذنا الـ Pre-Molar و كلهم و خذنا الـ Lower Molar كلهم عندهم Transverse Rij وركز بالله عليك عشان يجي اسأل Lower Pre-Molar عندهم ماذا عندهم Transverse Rij كلهم عندهم Transverse Rij ها في مشكلة في النقطة دي طيب حلو جدا بعد كده عندنا نوع من تاني بيقول عليه احنا كده اخدنا من خدنا عندهم طب حلو قوي احنا لو كان عندنا لو كان عندنا لو كان عندنا سألي واحدة خلينا خليها لو كان عندنا هنا كده هنا وريج كمان بيتقابلهم ده بيتقابل مع ده كده هنسميه ايه ده كله على بعضه هنسميه 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 تاني كده اتحاد اتنين اتحاد اتنين طب هم هاتحدوا ازاي؟ قالك covetتحدي بالجنب مش بيقابلوا بعض الويش في الويش ده واحد جاي بالجنب وزعلنين ببعض واحد جاي بالجنب كده بمايلان شوية قبلوا بعض بس ما يلاين شوية انهية طريقة ما يت exponى حيث ينظر من ايه استعمال معمل ما يهج ؟ اشترا جيب شخصا احنا له هذا الوقات ثاني يحت //فتريد مارك في الوين ثاني يحت отк cuatro نقسم الأسنان المثير المثير يقص إرىؤي viene المثيرها يحتاج العقار مع مزد lamb Jake الشعبís الاخر وطبع اتاة مثير أ Angst ندخل هنقص طيب البري مولرز البري مولرز اللور والقبر اتفقنا ان هما عندهم طب اللور مولرز اللور مولرز بيتكونوا كده بيتكون من اربع قصبات هتلاقي في رسمة موجودة عندك في صورة موجودة عندك في الورق بص عليها تمام كده بيقابلوا بعض الوش في الوش يبقى عندهم طب اللور مولرز المكزلر مولرزKayérer المكزلر مولرز قالك عندهم 2 في سنياتي 1917 تريانجلر ريجيس قالك حلو يبقى في يريجي هيطلع. طيب اللور مولرز اللور مولرز انني اقفلوا عن هما quien đi hubble مولرس انما كان موجود في البري مولرز واللور مولرز واللور مولرز. تمام كده? تفهم مشكلة كده? ده بالنسبة للاليفيشنز بتاعتنا. تعالوا نبصوا ونراجع عليها مراجعة سريعة. وعلى حد هنا وقف الفيديو وذاكر الاليفيشن. على حد هنا وقف الفيديو وذاكر الاليفيشنز. تمام? ها ركز معا كده بسرعة نراجع عليهم. ها كنا بنقول ان احنا عندنا حاجة اسمها? حاجة اسمها لوب. واللوب ده اللوب هو واتفقنا ان اقل عدد من اللوب سعر في كون سنة هو اربعة واقصى عدد خمسة. واتفقنا ان عندنا حاجة اسمها ودي زيادة عن شرح المحاضرة. السؤال ده ما تنسهوش ده اجابة اربعة. الماملونز عبارة عن سريع راوندد تلات بروزات بيتكسروا مع الواحدة وبيبقوا موجودين في النولي الربطة انسايزورس. بعد كده اخدنا حاجة اسمها السنجلوم وابرة عن البلج او اللارج متى موجودة في اللينجوال بتاع الاسنان الانتيريور. صح وعددهم اتناشر. بعد كده اخدنا القصب وقلنا ان القصب بيتكون من اربع رجات. صح وشكله برامي ده او كونيكان. وعشان احكم ان هو قصب لازم يبقى عنده انامل وعنده دنتين وعنده بلبهورن. ادي شكل الحاجات اللي بتعبر عن وجود اللوب. ماملون وسنجلوم وقصب. بعد كده اخدنا تيوبركل وقلنا ان هو مش قصب وهو عبارة عن ايه? شوية انامل زيادة كات السنة بتتكسب الانمل وشوية انامل زيادة اتكون ان هو موجود في اسنان ابر بس ابر فرست مولر ابر لاترال انسايزور و ابر ساكن مولر برايمري. وقلنا ان هو مش عبارة عن قصب لانه معندهوش بلبهورن. عبارة عن كل قصب بتكون من اربعة ريج. اسمناها مع حسب ما كانوا تمام? عندنا وده عبارة عن بعد كده اخدنا الليبيا ريج والباكا ريج وقلنا ان هم اخوات اولاد عام يعني بس ما بينهم اي سلط قرامة بينهم ان هم رايب. تمام? ده موجود عند القانون اللي هو الليبيا ريج وده موجود عند بعد كده دخلنا عن وقلنا عندنا وهنا في الانتيرو بيبقوا وقفين شكلهم تمام كده وقلنا ان هم بيفصلهم او التعريف بتاعهم تمام بيبقوا قريبين من ان هم يبقى شكلهم دائري. وعندنا حاجة اسمها وقلنا ان الكنان عنده اتنين تمام كده? بعد كده اخدنا عندنا التعريف ده مهم عبارة عن ايه? تريانجلور. اخدنا وقلنا ان هم هنا في البستيريو شكلهم بيبقى وبيفصلوا عن الاسطح الجانبية. بعد كده اخدنا وتقولنا ان هو عبارة عن وان ان هما بيتقابلهم او بيبقوا موجودين في البري مولارز وموجودين في اللور مولارز. الموجود في مين? الموجود في المكزيري مولارز. بعد كده ناخد عاوزك تخلص الجزء اللي فات ده بتاع وتبدأ تخش على جوز بتاعتنا عشان نسهل على نفسنا الدراسة بتاعتنا قسمناها الايه وايه? قسمناها لمنخفضات خطية ومنخفضات او المنخفضات الخطية ادي الشكل بتاعها ودي المنخفضات السيركامسكرايب. تمام جدا. عندنا حاجة اسمها سالكس. ركز بالله عليك عشان ده تعريف جهس او مكانش مشروح. تمام؟ الدكتورة شرحيته السنة دي. وهالك التعريف بيجيب ازاي بالزبط? وانت بتختار من الامس كيو. تمام? السالكس عبارة عن ايه? V. او U او Vali-shaped. V. او U او Vali-shaped. تعبوس كده. الكاسب ده عبارة عن جبل. والكاسب ده عبارة عن جبل. صح? الفراج اللي ما بينهم الاتنين ده. بنقول علي ايه؟ الفراج اللي ما بين القاسبات ده. اللي فيه كل اللي بعد كده بنقول عليه السالكس. بنقول عليه السالكس. تمام? وعبارة عن new او v او value shape ده. بيقول لك بقى السنة اللي فات كان جاء بالتعريف ازاي بيقول لك عبارة عن depression found between the inclines. يعني ايه اللي ال inclines? ال inclines يعني الرجاد كده. او الموود بين تفاصيل مين? بين تفاصيل? ال elevations او بين ال elevations. هو مين? السلقس. تمام? السلقس بتاعنا موود ما بين الكسبات. تمام كده? اهو. ده الفراج اللي ما بين الكسبات. ال linear depression هنقسمها لايه? كده احنا دخلنا قصة اهيت. ال depression ده المحيط الكبير اللي فيه كل depression. يبقى احنا عندنا depression كبير. في كل بقية. كل depression نزل بقية. يبقى اكبر depression عندنا هو السلقس. نبدأ ننزل شوية. نزوم شوية على كلزل بتاع السنة. هنلاقي عندنا منخفاضات خطية. منخفاضات خطية بنسميها developmental groups. developmental groups سميناها ايه? منخفاضات خطية وسميناها developmental developmental. developmental يعني بتكون اسنان بالسنة بتتكون. تمام كده? طيب حلو جدا. بعد كده عندنا supplemental groups. وعندنا الفشر. developmental groups دي. قالك developmental groups. دي بتفصل ما بين اللوبس. انا عندي الكسب ده. بيسوي واحد لوب. والكسب ده بيسوي واحد لوب. والكسب ده بيسوي واحد لوب. developmental groups فصل ما بينهم. يبقى ايزا يفصل لك ما بين اللوبس. يفصل لك ما بين اللوبس. طب هو كان بتكون ازاي? ودي لوب. ودي لوب بيتكون. الاتنين اتكونوا. اهوة. ودي التالت اتكون. في فواصل او منخفاضات خطية بتبقى بينهم دي سميناها developmental groups. طيب حلو اوي. تفصل لك ما بين اللوبس. دي ما بتفصلش ما بين اللوبس. عبارة عن زواية سجارية كده يبقى ده. جروفة هو بيطلع منه زواية سجارة كده. بيطلع منه زواية سجارة كده. الزواية السجارة دي سميناها. و بنسمعها يعني بيساعد. يعني تفرعات اقل وضوح شوية من. طب هي وظيفتها ايه? قالك وظيفتها بتزود كفاية. طب حلو. خلينا نزوي مع الارضية هنلاقي فيه حاجة اسمها الفشر. هنلاقي حاجة اسمها ايه? الفشر. والفشر قالك ده ارضية انا عندي. شكله عامل كده من تحت لما نزوم عليه. ارضيته فاضية من تحت. ارضية فاضية من تحت من هنا. صح? طيب حلو جدا. ارضية فاضية ليه? قالك لان الفشر ده بيتكون لما يحصل يحصل التحام بس تمام? يبقى لما اجلس قالك او هتقول لي الفشر. بص كده عليه. والفشر ده بنسميها اماكن يعني ايه فيها نسبة او فيها قابلية ان يحصل فيها تساوس. فيها قابلية هي احصل فيها تساوس. هاي بتزود نسبة ان السنة تصاب بالتساوس. تمام كده? حوالي ستة وتسعين في المية من الناس عندوهم كيرز. الكيرز المرض الاكثر انتشارا على وجه الكوكب. ربنا يزيده يبارك. بص كده كل ده يعني الضحية اللي عندنا. بيقول لك الماملون او الكاسب. بيبقى فاصل ما بينهم مين? بيبقى فاصل ما بينهم الفشرد. يبقى يفصل ما بين او يفصل ما بين ماملونز ازاي ما شوفناه من شوية. اتي بتاعتنا يفصل ما بينهم اتنين الفشرد. وما بين الكاسبات برضو. بيبقى موجود في البستيريور بتاعنا. طب هو هو بيعمل ايه بقى ف Tallage ر أضو Volunteer لنصين يعني superpower. متأكسل جدا. يا اما اجا عابصه على بتاعي. اتقسم من النص كده لنصين ده سميه يا اما فصل ما بين القاسمات ده هنا تراحل San ده حل بقل وده روح الحل بقل اسم منه بقل روفس لوكي. تمام كده. يبقى عبارة عن ايه? عبارة عن بيفصل لي ما بين تمام? وبيسيم لي يهم ما يقسم اللي نصين يهم ما يقسم اللي بتاعي ما بين الكسبات او يعدي ما بين الكسبات. يعدي ما بين الكسبات. عندنا حاجة تانية اسمها التفرعات الشجيرية الصغيرة دي. تفرعات الشجر الصغيرة دي. من بنسميها السبليمينتال. ليس دستينكت برانشز. ليس دستينكت برانشز. اهيت. تمام كده? بيقولك ما بتفصلش ما بين مين? ما بتفصلش ما بين اللوبس. ما بتفصلش ما بين اللوبس. الفشر وده الارضية بتاع خلينا اوريك دي تاني بصليه. الارضية بتاعته عبارة عن مين الفشر? الفشر عبارة عن ايه? found in bottom. بلاقيه في الارضية بتاعت مين بتاعت الديفلومنتال. بيتكون نتيجة نتيجة انكمبيليت يونين اف اللوبس. وعبارة عن fault in initial formation. السؤال بيجي كده بالزبط. all of the following are right او correct about. الفشر اكسبت. تمام? اول حاجة بيقول لك انه هو دي صح? صح? عف تكوين الانامل. وبعد كده تلاقيه جاب لك الرابع يقول لك ايه? هاي اللي جاب اصلا اللوب هنا. يبقى الثلاث اجابات دولار او الثلاث جمل لازم تحفظهم عن الفشر. وهو ارضية خلينا اوريها لك تاني. بص كده عشان تكون تكون وصلاك المعلومة. بص كده. ارضية. او كده اخدنا تعال على مين. او عندنا حاجة اسمها الفصة. وعندنا حاجة اسمها البت. طب الفصة بتاعتي عبارة عن تجويف موجود في الوكلوزل كده عبارة عن تجويف موجود في الوكلوزل. بنسميها او بلاقيه في الانتيريور بلاقيه في البستيريور بلاقيه في الانتيريور ولاقيه في البستيريور يبقى الفصة عبارة عن ايه? او كون كافتي. تمام كده? طيب البت بتاعتنا البت بتاعتنا بنسميها منخفض شكله زي راس الدبوس زي ما الدكتورة بتقول في المحاضرة. وبراعا خبطة قلم كده خبطة قلم. تمام ده طب الفصة ليه انواع واحدة موجودة في اللينجوال هنسميها الفصة ودي موجودة انتيريور واحدة موجودة ميزيال ودي هنسميها ميزيال وديستل تريانجل الفصة واحدة موجودة في نص الاوكلوزل بالزبط دي هنسميها فصة. سوى النصين ودي المعلومة لزيادة عن المحاضرة دكتورة ما قالت هاش بس اجاب في اللي بتاعتنا اللي فاتت. البت بتاعتنا بتتقسم لترو بت وفولتي او فولس بت دي اللينجوال الفصة. بتبقى موجودة فين بتاع الانتيريور. خلينا مرحب لون مختلف شوية. دي السينجلوم. وده المارجونا الريجيس. هوت. وده هي موجودة فين في اللينجوال وفي الانتيريور. موجودة في اللينجوال وفي الانتيريور. هي الفراغ ده. فبنقول عليها الفصة. تمام كده? بعد كده عندنا جنب المارجونا الريجيس. بتاعت المارجونا الريجيس بتاعت البستيريور اهي. بنلاقي جنبها كده منخفض شكله شكله مسلس الشكل. وشوف البصة على الصور اللي معاك في الورا. هتلاقي الشكل بتاعنا مسلس الشكل. ده اسمها فصة. ده اسمها فصة. طيب بالنسبة لمين? بالنسبة للسنتر عندنا حاج ياصامها. طب هي. سنتر والفصة. طب هي الفصة دي بتتكون ازاي? قدك لما اثنين يتقابلهم. وادي كبيرة اللي بتقابل فيها اسمها فصة. طب اللي هم هيتقابلوا فيها بالزبط. النقطة هيتقابل فيها اللي بيشاورلك عليها دلوقتي دي. بنسميها بنسميها بت. النقطة دي. بنسميها ايه بت. طب النقطة بالزبط. ي энергظة اي انا بالزبط. المكان بالزبط اللي هم هتقابلوا فيه. ده كده. ده يبقى عندي اتنين اتقابلوا مع بعض اهود. اللي هتقابلوا فيها الكبيرة بنسميها فصة. المكان اللي فعلا تقطع فيه هنسميها تمام? هنسميها بيت. اوكي? في مصطلحات هبقى والهلك بعد كده. بس مش حاوز ازودها عليك دلوقتي عشان ما طلبتش. اوكي? يبقى دي الفصائي اللي عندي واحدة 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 وسميناهم عشان شكلهم بيبقى حتى تشكلهم شكلهم بينينا هنا هم. اهود. ودي بتاعتنا. ودي كده بيطلع واحد هنا واحد هنا واحد هنا. بيطلع منهم تفرعات صغيرة بيطلع منهم تفرعات صغيرة كده. بنسميها لمتلك كلها بصورة واحدة. تمام? طيب بالنسبة للبت. البت بتاعتك اما او 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 ا طب هي يعني ايه بت? المكان اللي تقابل فيه اتنين تمام? لو الارية الكبيرة يبقى ده عاوز كده الفصة. لو المكان نفسه المكان نفسه ده نقول عليه مين? نقول عليه. تمام كده? تعال نشوف الداة هتاخدهم بالتفصيل. اوكاي? ده قدي الفصة بتاعتي. الفصة عبارة عن ايه? الفصة بنلاقيها في الفصة بنلاقيها في الفصة بنلاقيهم جنب في الفصة. الفصة موجودة في الفصة تمام كده? وبتحصل او بنلاقيها نتيجة ايه? او بيت عبارة عن وهي بتتكون نتيجة ايه? بتاعتنا. وبلاقيها في قلب الفصة. يعني لما اجيبص على الفصة هتلاقي في ارضية الفصة دي هتلاقي فيها ايه? هتلاقي فيها بت. خد مني جملة كده وما تفكرش فيها كتير. بيقولك كل بت لازم نلاقيها جوا فصة. كل بت اكتبها جده. كل بت لازم نلاقيها جوا فصة. بس مش كل فصة نلاقي فيها بت. مش كل فصة نلاقي فيها بت. لنا في زلك عبرة. تمام? كتبت الجملتين دول. لنا في زلك عبرة ازاي? لما نيجي نبص على الفصة. بص كده على الفصة. ما فهاش بت هتقدل الفصة بتاعتي. الفصة هيت ما فهاش اي بت خالص. يبقى اي بت لازم تكون موجودة جوا فصة. انما مش لازم كل فصة الاقي فيها بت. تمام كده? اوكي? بص ادي بتاعتنا. دي سنترل بت. طب الفولس او الفولتي بت. الفولس او الفولتي بت بتتكون نتيجة ان في مكان ما كانش فيه للانامل. يبقى انا عندي مكان دلوقتي عبارة عن فولت ان الانامل فورميشن. لو قالك المكان ده عبارة عن يبقى ده فيشور. طب لو قالك شكله ی شكلو رجلور. لو قالك شكله يعني شبه دائر يبقى ده بتبقى موجودة في تلات اماكن وده welcomed ليجيه السنة اللي فاتت. موجودة في الباكقل بتاعة الباكقل بتاعة اللور مولرس ابقل بتاع الباكقل جروف بتاع اللور مولرسMarc بعد تحقيق التحقيق موجودة في البالتل بتاع بالمولارس والمالتل البلتل بتاع مين? البلتل بتاع الابر لاتر. بقى موجودة في تلاتة برضو. موجودة في البكر بتاع في البكر بتاع في البلتل بتاع الابر مولر. وفي البلتل بتاع مين? في البلتل. اهيات. دي الفصة جوا بت. ده البكر بتاع الابر مولر. بس كده. البكر بتاع الابر مولر. والبلتل بتاع مين? والبلتل بتاع الابر مولر. والفولتي بت بنقول ان هي اماكن برضو ممكن يحصل فيها تساوس في اي وقت. خلينا نراجع اسطورة دي برضو وانت راجع معي عليها. عندنا الكاسبات السنة دي بتتكون من خمسة كاسب بيبقى بتتكون من خمسة نوب. خلينا نراجع كده الفراغ الكبير اللي احنا في ده كله اسمه موجود بنتوين تمام بعد كده عندنا اسمه ده اسمه ده اسمه بقى الجروف وده بقى الجروف وحيتنزل على اتقابلوا هنا عمله وهنا فيه فصة وهنا فيه تمام طيب حلو جدا بعد كده قال لك هنا في سنترال بت هنا في سنترال بت هنا في مزيال بت وهنا في دستال بت حلو جدا في تفرعات صغيرة طالعة من بتاعتنا هنسميها هنسميها ما بتفصلش ما بين اللوبس تمام كده بعد كده قال لك لو هتكمل على البقى هنا ففيه بقى البت تمام وده عبارة عن ايه انما البت الموجودة في بنقول عليها تمام تعال نرجع على شوية اللي موجود في السنة الموجودين في السنة دي عندنا قصب اهود بينزل منه اربع ريجات ريج على البقى سمينا واحد موجود على بنقول عليه يتقابل الوش في الوش مع نقول عليهم الاتنين نقول عليهم الاتنين عندنا تمام كده عندنا بتاعنا في مشكلة في الكلام ده ده بالنسبة اللي موجودة هنا طيب حلو جدا تعال نبص كمان على مساء اللي راجع معايا عندنا ده بتاع سنة او البلتة اللي بتاع سنة تمام بتاعتنا عبارة عن بلج او اللارج موجود في بتاع تمام طيب حلو جدا جنبها من هنا بينزل وميزيال اللي هما الاتنين وده طب مين اللي موجودة في النص دي اللي موجودة في النص دي مين دي كده الفصة بتاعتنا الفصة الفصة في مشكلة لحد دلوقتي اظن واضحة عاوزة بسي الزاكرة تصويرها تكون كويسة طيب تعال نبص على شوية ايه على شوية اسئلة شوية اسئلة كده بتاعتنا موجودة في تمام موجود في موجود في بتاع الاسنان الخلفية بيتكون من ايه بيتكون من انامل ودنتين وبالب ده عبارة عن مين فيه الثلاث مواصفات يبقى عبارة عن مين عبارة عن الكسب عبارة عن الكسب طيب ركز كده معي في السؤال ده بيقولك هنا عبارة عن زي ان كومبليت فيوجن ان كومبليت فيوجن حلو جدا عبارة عن فولتين الانامل فورميشن غلط في تكوين الانامل طيب هو شكل عامل ازاي شكله شكله الانيار شكله يبقى فشر شكله شكله يبقى البيت شكله الريجولر الريجولر يبقى البيت شكله الريجولر يبقى مين يبقى البيت تمام بالنسبة للسؤال اللي بعده بالنسبة لحصة النهاردة هي حصة طويلة شوية بس زي ما قلت لك المفروض كانت بتشرح على ثلاث مخاطرات الدكتورة حبت تنجزها عشان تدخلوا في العمل على طول وتتوفر عليكم اسبوع اتشرفت جدا انا كنت معاكم يا شباب اتمنى اكون ساعدتكم وبسط عليكم الدنيا اللي الصور اوضح في الورق بكتير والافكار مرتبة في الورق وكل التعريفات اللي قلنا عليها هتلاقي اني معلم لك عليها بالاحمر عشان تعرف شكلها اتشرفت جدا انا كنت معاكم يا شباب موفقين بازن الله ان شاء الله الاسبوع الجاي هنمتأ اا الكورس بتاعنا الكورس بتاعنا بيكون اا حصتين حصة عملي وحصة نظري الحصة بتاعة يوم الحد هتكون هي حصة العملي دايما وحتكون الحصة بتدعيتنا مناسبة لوقات هيبقى في حصة الصبح وعادتها اخر اليوم بعد تمام كده ده بالنسبة لحصة العملي حصة النظري هتبقى يوم التلاتة تمام وهنحط كزا حصة وعادتها كزا حصة وعادتها بحيث تناسب الموعيد بتاعتكم فبتاقي رايش خالص الكورس بتاعنا ان شاء الله هيكون متاح تمام عشان الناس اللي ناسبها تسمعوا تقدر تحضر في السنتر سنترنا سنتر الفي والورقة بتاعنا موجود في مكتب رسالة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر